اشتركوا في القناة حتى على مستوى الحياة الخاصة على مستوى علاقاتي الخاصة على مستوى الناس وأنا دائما ألاحظ وأحاول دائما أن أنقل هذه الملاحظات من العلم من وحي العلم لأنه نحن مش موضوع وهذا الموضوع بيضحكني بيقول لك كلام إنه مش كلام بس سبحان الله يعني هي مش لكل الناس في ناس سبحان الله عندها القدرة يستمعون القول فتبعونا أحسنه واليوم بدنا نحكي على ثلاث مشاعر تؤذي المرأة وقد تهلكها يعني قد تنهيها للمرأة ثلاث مشاعر تهلك المرأة الشعور الأول الشعور بالذنب الشعور الثاني الشعور بالإهمال الشعور الثالث الاستغناء عن دعنا نشرح أول شعور شعور الذنب المرأة بطبيعتها تميل إلى الاحتواء بطبيعتها تميل إلى الاعتناء إلى التقديم إلى العطاء ففي مشكلة كبيرة أنه بعض النساء بيصلوا إلى مرحلة من الشعور أنهم دائماً مقصرين دائماً حاسي حالها مقصرة طبعاً هذا بيلعب فيه دور أهلك بيلعب فيه دور زوجك بيلعب فيه دور المجتمع اللي بيحسسك دائماً أنه مهما عملتي رح تظلك دائماً مقصرة وكثير أنا واجهت هاي في كثير معظم النساء اللي أنا بنتكلم معاهم وكذا وبشوفها حتى زي ما حكينا في الحياة الخاصة أنه المرأة دائماً حاسة عندها عقد الذنب أنها مقصرة بحق ولادها بتلاقي المرأة طلعت تشتغل بسبب الظروف المادية بدأت ساعد جوزها بعدين عندها عقد الذنب هي تركت البيت الولاد هلا مش هيتربوا الولاد حيصير فيهم كذا الولاد كذا وعندها دائماً شعور بالذنب تجدها بالمهاجرات يعني بتجي بتشوف الناس العرب اللي هاجروا لأميركا أو أوروبا بتلاقي دائماً المرأة عندها هذا الشعور بالذنب طلعتنا كانت غلط الولاد حيضيعوا الولاد كذا بتلاقيها بتتعامل فيها حتى مع زوجها أنا مقصرة أنا لازم أعمله لازم أساويله وكذا وجزء من المشكلة لما تكون كمان المرأة عندها وهي خطيرة كثير البحث عن الكمال لازم تكون كاملة مكملة وهذا البحث عن الكمال هو أوطى نقطة ممكن يبحث عنها الإنسان الكمال ليس بالأعلى الكمال تحت أنت تحطم نفسك هو انتحار البحث عن الكمال هو انتحار لذلك إذا كان يا أختي أنت بتعاني من عقد الذنب عندك دائماً عقد الذنب بالأولاد كذا أنا أبدأ أنصحك نصيحة اجلسي وعلى ورقة اكتبي مين الشخص اللي أنت بتشعري بالذنب تجاهه واكتبي ايش الشغلات اللي عم تقدميها والله أنا عم بطبخ وعم بغسل وعم بجلي وعم بدرسهم وعم بنيمهم وعم بدير بالي عليهم وعم بتعامل معهم ممليح اسألي حالك سؤال هل هذا كل اللي بتقدري تعملي والله آه هذا دمن إمكانياتي الوقتية إذن لا تشعري بالذنب عملت اللي عليكي عم تعمل اللي عليكي ثانياً وهي شغلة كتير مهمة اسألي حالك سؤال انت ليش بتعملي كل هالموضوع انت ليش عم تهتمي بجوازك وبولادك وكذا فإذا كان الجواب بشر الله يعينك أما إذا كان الجواب رب البشر الله يحيي أصلك راح تعيشي مبسوطة لأنه انت لما بتقدم للناس في مشكلة لا ترضى عنك الناس ممكن ما ترضى ارضاء الناس غايته لا تدرك لذلك ذكري حالك ليش انت عم تعملي هيك أبوكي رباكي منيح ونعمل أب أمك علمتك كثير منيح ونعمل أم انت طلعت هيك وعندك ستاندرد وقيم ومثل في حياتك برافو عليكي ذكري حالك ليش عم تعملي اللي بتعمليه عشان لا تشعري بعقدة الذنب لأنه في ناس لن ترضى هاي طبيعتنا طبيعتي وطبيعتك احنا في ناس ما بترضى ايش ما قدمت ما بترضى فلا تاخدي الموضوع على حالك اسألي حالك سؤال هل أنا مقصرة في ايش مقصرة اذا كان الجواب نعم اسألي حالك بايش مقصرة والله بقدر أعمل كذا كذا هذا ماشي اوكي صلحي لكن اذا حاس حالك عم تعملي كل اللي عليكي او منهكة وتعبانة معناته انت عامل اللي عليكي ضمن امكانياتك وهون بترجعي لشغلة وحدة توكل على الله انت عم تعملي لله لا تطلع عبنك تطلع على الرب اللي اعطاك اياك هدية زوجك امك ابوك فهي اول شعور ممكن يقتل المرأة الشعور بالذنب تخلصي منه الشعور التاني الذي يقتل المرأة الاهمال الاهمال سرطان النفس للمرأة مش فيه سرطان بياكل الجسم الاهمال لا توجد مرأة في الدنيا تستطيع ان تتحمل الاهمال وهذا الموضوع بدنا نحكي في شقين اذا كان اللي بسمعنا رجل رجاء انتبه على انك لا تشعر زوجتك اختك بنتك امك بالاهمال شوف الرجل الاب الهذا بتأثر بالاهمال الابن بس بيضل اقل حدة في التأثير من المرأة المرأة لا تتحمل الاهمال لا تتحمله لذلك بشغلات بسيطة وبفعال بسيطة جدا اشعر المرأة غير مهملة خد رأيها حتى لو بدك تعمل عكسه يعني خد رأيها حتى لو بدك تعمل عكسه حتى لو ما قطنعت فيه بس مش تاخد رأيها عشان تعمل عكسه مش تروع تقولها يمين ولا يسار يمين طيب يسار لا بس خدوا رأيهم بس انا هون خطابي لانه ممكن اللي يسمعني يرد وممكن اللي يسمعني يحكي لي انت شدخلك بس انا راح اتكلم مع الانسان اللي عم بيعاني اذا انت عمت عاني من الاهمال حاولي تجد الاهتمام في اماكن غير اللي بتبحث فيها عن الاهتمام يعني انا مثلا اللي مهمني انت حاس اللي مهمني ابنك زوجك امك ابوك تذكري انك ممكن انت تعطي لنفسك اهتمام اعطي لنفسك اهتمام كتاب بتقرأي ممكن يعطيك اهتمام رياضة بتلعبيها بتعطيك اهتمام هواية معينة بتعطيك اهتمام في ناس في حياتك بيحبوك روحي لعندهم امك ممكن تعطيك اهتمام خليك دائما حريصة انك تحصلي على جبعة اهتمام لا تعتمدي في كينونتك وكيانك على انه لازم يكون في شخص يهتم فيلي ما بدي احكي كلام رومانسي انت بشر وانا عارف وانت امرأة وبدك اهتمام الله يعينك بعرف الموضوع صعب بس طب شو نعمل عندك خيارين يا بتظلك تبكي وطلطمي وتظلك عبال ما يعني تموتي قبل اوانك يا اما تقولي لحالك طب شو بدي اعمل قدر الله وما شاء فعل ومرات لما نبطل نطلب الاهتمام يأتينا الاهتمام على طبق من ذهب وفضة مرات لما نبطل نطلب الاهتمام بتلاقي واحد كان مش مهتم فينا طلع هيك ايه صلها فترة هيك ما بيطلن لي شعارف متغيرا خير مالك انت مريضة او لا بيجين اهتمام لانه بطلنا نطلب الاهتمام فاهتمي فاهتمي بينفسك واهتمي انك تعطي لحالك الاهتمام والاهتمام هو الشيء الوحيد الذي لا نحصل عليه بالسعي اليه حطوها عالقوها هاي عندكم هو الشيء الوحيد الذي لا نصل إليه بالسعي إليه لأنه أنا الإنسان اللي بدي أكتل حالي عشان يهتم فيني هذا مسائل لم أحصل على اهتمامه وحتى لو أعطاني اهتمام فهو فيك مزيف ولحظي وما رح يعطيني أي شعور وبجوز مرات من كثر ما تعبت وأنا أطلب الاهتمام لما يجي الاهتمام يكون عرائيهم كلثوم فات المعاد صح؟ الشعور الثالث اللي بنا نحكي فيه المرأة تكره شعور الاستغناء وأنا هون بدي أوجه رسالة إذا أمك ستة كبيرة الله يخلي كل أمهاتكم أعطيها شغل أعطيها شغل يعني إجت زارتك بالبيت قولي لها يما الله يرضى عليك يعمليننا السلطة سويننا كذا خذوا رأيهم في كل شيء صغير وكبير تصل فيها قولي لها ماما أنا ابني عمل كذا كذا مش ضروري تاخدي برأيها أعطيها شعور أنه هي لم يتم الاستغناء عنها المرأة لا تحب التقاعد الرجل يحب التقاعد الرجل بيحب يتقاعد وحتى لو قاعد في البيت تلاقيه بيلاقي شغل لو عمل أي شغل في البيت ما هو مش متعود يعمل شغل بيت بيسلي حاله بس المرأة صعبة تلاقيها قاعدة ومش جاعة بالها تعمل ولا إشي نحن الرجال عندنا هالقدرة نحن منقدر نقعد هيك ونستمتع ونقعد على التلفزيون وقلب هالتلفزيون المرأة نشاط وحركة ومشاعر هو عتحسس أمك ستة كبيرة بأنك استغنيت عنها وهذا من باب أولى أنه لا تحسسوا أنا ليش عم بحكي الأمهات لأنه المرأة في شبابها وكذا صعب الناس يستغني عنها بالعكس البيت كله متعلق برقبتها كل ياتنا محتاجينها يعني لما تمرض الأم والزوجة يوم البيت كله بضيع بس لما تكبر وهون الرسالة للمرأة لما تكبر لا تستغنوا عن أمهاتكم حسسوهم إنهم مهمين وإنهم رائعين وإن كلامهم مهم شغلوهم مش تجيب أمك عندك تقعديها في البيت قعدي يما تتحركيش أنا والله يما ما بديك ياك تتحركي كل شي راح يوصلك لا تقتلوهم هذا قتل هذا قتل بس بدون سبق إصرار وترصد بالعكس اطلبي منها شغليها قولي يما سعديني اعمني كذا خليها تحس إنه أنتوا ما استغنيتوا عنها خليها تحس إنه أنتوا بدكم إياها خليني أحكي فيه شغلة مهمة هون عشان الفيديو كمان يكون متوازن خليني أحكي على الرجل يعني طالما لسه الفنجال قهوي فيه قهوي خليني أنا مستمتع بالحديث ما هي المشاعر التي تؤذي الرجل أول شعور يؤذي الرجل العجز يا لطيف الرجل إذا شعر بالعجز مشكلة كبيرة يقتل أصعب إشي عن الرجل ابنه يطلب منه شغله وما يقدر يجيبها ولا زوجته تطلب منه شيء وما يقدر يجيبه ولا أمه وأبوه يطلب منه شيء وما يقدر يجيبه عن عجز شعور العجز قاتل للرجل قاتل وأنا نصيحتي هون اعرف يقينا أنه كل رجل في الدنيا بيمر بهذه المرحلة سواء بيحس أنه مش قادر يعطي مشاعر مش قادر يعطي بسبب أنه مثلا مشغول كثير في الشغل ومطحون طحم أو حاسس بالعجز تجاه الموضوع المادي بس بدي أنبه لكل رجل بيسمعني ورسالة من رجل إلى رجال تذكر دائما أنك أنت لست عاجزا لكن تمر في مرحلة فيها عجز في نقطة معينة قد تكون الآن عاجز على أنك تلبي احتياج معين لكن بإمكانك أنك تلبيه للأمام فدور دائما فكر للأمام اليوم أنا مش قادر أؤمن شيء معين لابني بس تعالي نفكر للأمام كيف ممكن أنا لأنه أنت الرجل بطبيعتك وطاقتك الذكورية هي طاقة اندفاع وطاقة عمل ثانيا حبيبي الله يرضى عليك أن نكلم من رجل لرجل عندك عجز في موضوع عود في موضوع مرات الموضوع ما بيكون موضوع مادي تعرفوا أن الولاد بتربوا بالحرمان أكثر ما بتربوا بالإعطاء الولاد مرات بده حرمان فمرات إذا حاسس أنك أنت عاجز لسبب أو لآخر في موضوع تاني لا تخلي هذا الموضوع سبب أنك تعمل عجز في كل الأشياء الأخرى أنا اليوم بمستوى المادي عام بعاني ماديا بس هذا بش معنى أني عاني كمان وأكون بخير عاطفيا أعطي عاطفك وهذه العاطفة بترجع لك طاقة أعطي زوجتك عاطفة أعطي ولادك عاطفي هاي بترجع لك طاقة وهذه الطاقة بتخليك قادر أنك تتجاوز أي عجز بصير عندك فلا تدخل هذه الفكرة في رأسك لست عاجزا إلا عندما تموت العجز التام عند الموت فقط تستطيع لدرجة أن نحن تقدر تصلي بعينيك ربنا طلب مننا لما نكون مريض و تكون منتهي صلي بعيونك إذن أنت لست عاجزا لآخر لحظة بتقدر الشعور التاني الذي يؤذي الرجل هو نفس الشعور بس أنا هون الإحتياج لي الإحتياج لي مش الاستغناء الرجل يحب أنه يحس دائما أنه هو صاحب الكلمة في البيت أنه الكل محتاج الأبروفل تبعه حتى لو كان ديمقراطي وحتى لو كان مسالم وحتى لو كان ما بهمه كثير بس بيضل كل رجل فينا بيحب يحس أنه هو صاحب الكلمة فأنا نصيحتي عاد عنتي لو امرأة وا 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 أعطوا الرجال هذا الشعور دائما خليه دائما يحس برجولته خليه دائما يحس بكينونته ذكروا رجالكم دائما ذكروهم يا أخي يمدحوهم بالأشياء اللي بيعملوها أنا عندي ألف عيب وعندي ميزة وحدة ركزيلي على الميزة الله يرضى عليكي امسكي هالميزة وركزي عليها والله إنت كذا وكذا 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 سلبيات بس والله إنك كريم والله جوزي بيخاف الله ركزوا على هالموضوع لأنه هاي القيمة عند الرجل لما يصير مدحها بس تكون حقيقة مش أبعد أكذب لما يصير مدح القيمة الموجودة عنده وإن إحنا محتاجينك إحنا محتاجينك عشان هالقيمة بتلاقيه في كل القيم صار يزيد وهي طبيعة هذا الرجل وهي المرأة الرجل يجب آئماً أن يشعر بأنه ليس عاجزاً والرجل آئماً يجب أن يشعر أنه إله كلمة في بيته والمرأة شو حكينا الاهتمام عدم الشعور بالذن ولا تستغنوا عنها هي نصف المجتمع وتربي المصف الآخر أنا هيك بكون خلصت هذا هيك كان فيديو هيك صباحي مع فنجان قهوة أنا يمكن للفترة الماضية انقطعنا بس هيك يومين ثلاثة أنا اليوم مشغول في تصوير برنامج إن شاء الله حيكون برنامج جميل وبخم يعني حنعلن عنه للأمام فنشغلنا شوي لكن هذا لا يغني عن فنجان قهوة معنا في صفحتنا صفحت الدكتور حسن المزين بدي أتشكركم جزيل الشكر نحن أعلننا على بداية تسجيل لكورس أساسيات العلاقات الزوجية الناجحة هذا الكورس متجوز أو بدك تتجوز أو بدك تدور على عروس وانت نفس الشيء مقبل على الزواج أو متزوج أوردي أو لسه بدك تدور على شريك حياتك هذا الكورس سيعطيك كل ما تريد ويجب أن تعرفه عن المرأة والرجل وطريقة التواصل وطريقة الخلاف وطريقة الاتفاق والخريف بدأ والشجر قاعد بتساقط فكل ما تريد أن تعرف من خلال هالكورس سنبدأ في 1-10-2020 يعني معنا هذا الشهر للتسجيل سينتهي التسجيل في 30-9 طب وين نسجل يا دكتور؟ راح أترك لكم رابط للتسجيل في أعلى الفيديو بالنسبة لمتابعين اليوتيوب في وصف الفيديو أو اللي مش عارف يوصل لسبب أو لآخر يبعت لنا رسالة على الخاص أحبكم في الله لا تنسوني من صالح دعائكم ولا تنسوا أمي الله يرحمها اللي علمتني ألف با تا ثا الله يرحمك يا أمي من صالح دعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة